اهلا بكم افاد تقرير جديد ان هناك خطورة سياسية متزايدة من ان قطر ربما لن تستضيف بطولة كأس العالم لترات القدم 2022 ويقول التقرير ان الدبلوماسيين غربيين المحوا الى امكانية سحب تنظيم المونديالي من قطر بسبب الشبهات الفساد والازمة الخليجية واشار التقرير الى تأثر مشروعات البنية التحتية المتعلقة بتنظيم البطولة نتيجة المقاطعة بالاضافة الى ظروف العمار القاسية المشاركين في تشريد المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة وفي حال تأكد فيفا من عدم قدرة قطر على انهاء تسليم المشروعات الخاصة بالبطولة في المواعد المتفق عليها قد يلجأ فيفا لسحب تنظيم البطولة من الدولة الخليجية يخوض المدرب الارجنتيني باوزا اولى مبارياته على رأس الجهاز الفني عندما يلاقي جامايكا غدا السبت في مباراة ودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك ضمن استعدادات الاخضر لمونديالي روسيا وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات الملعب مجانا للجماهير في مبارتي جامايكا غدا وغانا يوم الثلثة المقبل ويأتي القرار دعما من اتحاد القدم للمنتخب الوطني وتقديرا للجماهير الراغبة في الحضور وسيدير المباراة طاقم تحكيم الاماراتي بقيادة الدولي سلطان عبدالرزاك الى جانب الحكمين المساعدين محمد يوسف وحسن المهري وكان باوزا قرر استدعاء عبدالرحمن الريامي للمشاركة في المعسكر تواصل لجنة استقطاب المواهب الكروية من مواليد السعودية استقبال المتقدمين في ثالث محطاتها حول المملكة في مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحسى يذكر ان لجنة استقطاب المواهب التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية ضمت كل من حسن الجمعان وفؤاد أنورا ونواف التمياط وحمزة إدريس ومحمد شليا ومحمد نور وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركيال الشيخ قد اعتمد تشكيل اللجنة كواحدة من الخطوات والإجراءات التنفيذية للاستفادة من مواليد المملكة بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وتعدد الخيارات بما يفيد في مستقبل الكرة السعودية وافق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزة على استقالة حمد الصنيع من عضوية مجلس إدارة الاتحاد ومن رئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعب وكلف معيض الشهري برئاسة اللجنة إلى أن يتم تكليف رئيسا جديدا لها وكان الصنيع قد تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة بعد تكليفه برئاسة نادي الاتحاد عقب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركيال الشيخ بإعفاء إدارة أنمار الحائل يذكر أن معيض الشهري شغل عضوية لجنة الاحتراف منذ فترة طويلة ألزم الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية تعيين مدربين وطنيين للفرق الأولمبية خلال الفترة المقبلة تماشيا مع متطلبات المرحلة وناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعها بمقر الاتحاد عددا من الموضوعات كان أبرزها قضية شؤون المدربين الوطنيين ومسابقات درجة الأولمبي والفئات السنية حيث تم الاتفاق على الرفع لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث إمكانية تفريغ وإعارة المدربين الوطنيين من أعمالهم كما تمت الموافقة على فتح مسابقة الدور الأولمبي للاعبي الدرجات الناشئين والشباب